انت تعبستك عليها اه بقول لك الصورة زي الخرط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من اقوى سلسلة تخمين في الوطن العربي بل في العالم كله بل ايش بل بعد كده وخلاص يعني الاخر حاجات تبقى العالم تفهمين ايه في خمّن سلسلة اللي بخمّن فيها حاجات انتوا معتينها النهارات اكررات تكون شخص يعني يعني طبقي فاعتربت منكم على الستجرام انكم تبعتولي صور جزامكم وانا هخمّن من خلال جزامكم وكل شهادكم انتوا بتقبضوا كامل قبل ما ابدأ هل عارف قد ايه ليفرق انك تساعد شخص تحضنه تقطبطب عليه تبوس رأسه ده نفس احساس اللايك والشير والسبسكرايب انا والله على خجر ان اطلب منكم كده ولكن انتو مش غرب صح؟ ولا غرب انا اعرفش حد فيك بالصراح بس في عشان فاعتربت من البيانات ده تعملوا لكم شير سبس كرايب ويلا بينا خلصنا الانترو اول ضحية اول جزمة هي سكيتنج هي واضح ان هي نوع غالي الروباط ده شكله مش اصلي انا مفهمش في الحاجات دي قوي فمثلا هقول انك بتقبض ست تلاف جنيه انا ملو اكتبي تلات تلاف جنيه تلات تلاف جنيه طبعا اكيد سلفتهم كلهم على الحزاء ده اللي بعده ودي يا رايق ودي يا رايق طبعا اللي هيشوف ده هيقول ده جوردن فاكيد غالي لكن واضح ان هو محترامي جوردن مضروب من ابو رينجو سبعمية الالف ومئتين ده فانا هقول الرايق ان مرتبك اربع تلات جنيه يا برع يا اخوي انا بدور على شغل والله يعني انا حالتي صعبة او حالتي صعبة لو عندك حد يشغلنا انا موقف صعبة صاحبة انت هتبعتلي الجوردن دي احسبك عليها اتنشع بها نفسك الشهر ده لو انت صاحب شغل ولاقيت حد داخل عليك باير جوردن ابيض اعرف ان هو جاي من طرفين فاسمحتش اغله الراجل مزنوب ماشي مش عارف احكم على نوع الكوتشي ودي حاجة تخوف معانا كده ان هو ايه برندا ابيبوس ثاني حاجة وعد في اسكندريا اسكندريا انتوا عارفين ديت خروجة انا معك مئتين جنيه انت معك مئتين جنيه ولا بينا ارتكل على الله مش بحكم يا شباب بس هو ده الواقع لابس شراب قصير خالص لما ببنشر الكعب ده دارة فلاج عمتا بصة بالصحاب انت بتقبض 3.500 انا مرتبي خمسة وعيد ماشي تحسب صح وعيد ماشي يعني 1.500 اشتران ربنا باشا يزيد عليك ماشي اولا نايكي برضو مضروب متوسع فواضح ان في شقة انت بتقبضي 3.750 راتبي هو خمسمية وخمسين دينار اردني اي ما يعادل سبعمية وخمسة وسبعين دولار امريكي ودي معلومة عرفتها مؤخرا ان الدينار الاردني اغلى من الدولار الامريكي لو اي حد من الاردن حابب يخدني عنده انشكلني هناك انا جاهز ودي بص بقى عشان تعرفه بس ان انا ايه عندي نظرة الراجل ده لابس مايكي بس مش مضروب تقول لي ايه ده يا براهب يعني شمع ان اللي فاته وتقول عليهم مضروب ومش مضروب يا عمه وانت في ايه بص يا بشر والت الصورة تفرق الشورت اللي هو لابسه يفرق الشورت جوردن خد بالك الراجل ده بطفق العشرة الاف جنيه تحب تسمع بودنك عشان تتأكد اسمعك عشان كده برضو اديك فوصة تانية قبل ما اتخمن وانا مش بشتغل في مصر انا بشتغل برا مصر اهلا بالله اخضر هتسمع دلوقتي مرتب خمسين الف درهم هتسمعو فول عشرة الاف جنيه الراجل الصح ده بيقبض خمسين الف درهم خمسين الف درهم من نهارده بحوالي ثرطاوش هتحصلش كده يا صاحبين هتحصلش كده يا صاحبين هتحصلش كده ساعر محدش يحسبه بالمصري تمام ارجوك خمسين الف درهم في عشرة ما ازالله نقول حوالي خمسينين الف دنفي الشهر بنائزته ببانك اللي بعده يا مبداي المبلغي ايه حاجة اهيه الرجلة كلها طيب كونفرس جميل شبه الباتل اللي كنا بنلعب بها كورا زمان انت بتقبضي الف ومائةين جنيه صح؟ انا كنت شغالة كنت باخد ثلاثة دلوقتي حاليا عاطلة عن العلم وده ورا شوف ياريت اي حد يدخل عليه انسة لابسة كونفرس اسود شبه ده يشغلها جاية من طرف برعي يشغلها لو سمحت الف ونص يعتبر قرأيه صح؟ ماشي ماتحسبي اي كدعان انا ميتش هترموت سيبك انت سيبك ايه الالوانات دي بقى ايه الشغل ده بقى ايه شغل الحمر المخطط ده انت بتشتغلي في دبي انت بتقبضي بالدرهم واضح ان انت ده كان في حفلة في بارتي 15000 درهم بقبض 400 جنيه في الالان الواحد وكلهم فاكريني بقبض بالدلوف انا منهم انا من الناس المغفلين طيب الاستاذ اللي بعده ودي في الشياكة ودي في الشياكة الجزمة حاسس ان هي اما جلد تمساح او عادق بلاستيك يعني هروح للاتجاه التاني ان الجزمة دي عادق بلاستيك اشكلها حلو وكل حاجة بس عادق بلاستيك وانت يا باشا بتقبض الفين ونص صرفتهم كلهم على الطعام ده مرتبة حوالي ارف دلار رشعة ارف دلار تحب احسبها لكم المصري الشرعي ولا غير شرعي انا اسف اكين دي طرعة جلد تمساح امفيش الجلد احمر غير اللي قدامك هنا اوف عمتا كوتشي كوتشي شكله شياكة جدا الروباط شكل حوار وده ان هو غاري فانتي هتكون بضي فوق العشر تلاف جنيه لست متعينة معيدة في جامعة خاصة والمفروض ان انا بقى بطس التلاف جنيه حلو اكيد طبعا بتدي دروس خصصية في الجنب كده صح ملحوظة علشان لو ما كانش باين في الصورة ده بوتن بتلند ده بوتن ايه بوتن بتلند ده شباب برند ولا ايه حتى حد يعرف البرند ده ده بطس التلاف جنيه اه نقدر نقول ان هي بالدروس الخصصية بتديها لطلاب الجامعة مثلا بتيبض عشر تلاف فانا صح انا صح وقت احنا هي خلصت اول مرتب كله على البوتن بيتنا ده ماشي ايه لا 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 مش ممكن الفخامة يا باشا 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 تسيبك اصلا من شكل وحلوة ورمعان الجزمة وخامة البنطلون لا ولا برضو الراجل فاهمان انا راجل بتربع الغالي انا راجل ابن عمبة تمام انت يا باشا بتقبط فوق تلاتين الف جنيه يعني حوالي اربعة تلاف يورو ماشا والله ماشا والله طب انا نحتاج اخمس في الشقوع عشان انا خايف من حصل على الراجل بس باللي عليك ارأيكم والله العظيم اصلا انا مش عامل تحدي عشان ايه اجه هزار معاكم انا عارف انا بعمل ايه تمام ماشي اوعى باشا نرجع تاني البلدنا مصر ام الدنيا الصورة ببكسلة يعني كوتش طالع عينه انت يا باشا لسه طالب يا اما بتاخد ثلاث تلاف جنيه في الشغلانة اللي انت لسه مقدم عليها دي اول مراتة بلية كان الفين ونص في محل شغال تخرب بيت الزكاء ودي بص 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 الفخامة بص الفخامة بص الفخامة بص الفخامة بص الفخامة بص يلا بص الفخامة يلا بص الفخامة يا اما هو كان معدي في احد شوارع دبي وادم ما ياخد صورة طرش يا اما دي عربيته اللهم بارك وي كوتش ده اوليجنال انا قدام اختيارين اصعب من بعض القاعدة هي اللي هتحدد الثقة دي عربيته الرئيس ده ما بيقبطش اقل من عشر تلاف دولار انا صاحبي بابض الف وخمسومة يورو انا مضح تقوي بس وضح انه هو كان مسافر تهريب وبيقبط مبلغ محترم هو ايه والسويسي الشخص اللي بعده بعتلي انت مقاس رجلك يسطى ستة وسبعين رجلك قريدي يعني بتروح المشهور قابلك بيومين بس الكوتش مش اوريجنال انت يسطى بتقبط تلات تلاف جنيه مرتب عالفين جنيه ونص مكسب لك كنت اقول عالفين ونص والله كنت اقول عالفين ونص بس اقول ايه ماشي ده تريك ويسشان بقى ده عارف انت السؤال اللي هو يحتمل ايجابتين لان الكوتش ده فترة من الفترات لو انت كنت اشتريته في الاول خالص فانت كنت من الناس المقتدرة لحد ما تضرب بقى في السوق والشازلة والافريق نزلوه وقال لك الكوتش التريند بمية وخمسين جنيه هنرمي الاحتمال التاني في الزبالة علشان الارضية اللي بتصور عليها الكوتشي ويه البوزيشن اللي هو في الصور بيه ده حد قول دي موني معه فلوس فانت يا ريس بتقبط مش اقل من تبانتاشر الف جنيه ومحدش يسألني بيه دي حوالي سبتمائة وخمسين دولار احتر من تبانتاشر الف فانا صح انتو عارفينش سبتمائة وخمسين دولار ده من ابو هيكو هيكو يعملو كم؟ يعملو لهم اثنين وثلاثين الف ونص هيكو هيكو معانا جزمة عادية جدا كتفي خطوبة او افتتاح جزمة سوارية عادي جدا مرتب اربعة تلاف وخمسمية جنيه من اربعة وانت طولة كده قاد اقسم بالله يا اخويا انت معايا من اول الحلقة شفت الجمدان الريس اللي بعده ودع النغمش يا باشا انت انت لس طالب وتاخد مصروف الف ونص ولو انت بتشتغل فانت بتاخد مرتب الف ونص صح؟ باخد الف جنيه في الشهر يا جدا ازاي كده؟ تقعدين بالكو ازاي انا فاهم اللي هو مثلا كان ممكن اقول تلات تلاف جنيه فاهم لا انا قلت الف ونص طيب ماشا يا باشا الاوت فت طر اقول احنا انت كنت في مول في خط الصورة ليجا عالكوش كوش مش اوريجنال هقول ليه بس ليه مش اوريجنال هقولك يا باشا بيباني بص 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 بيبدأ يا هارتا انت شخص بتشتغل في اليوم مش اقل من عشر ساعات او ممكن تكون بتشتغل شهرانتين كده كده اخواتنا الرجال اللي بيسعوا في الحقيقة يا ربنا يا كرمكم امش اصد حاجة انا بس بقولك من تحليل ليه لان ده كوش راجل بيمشي كتير فانت يا باشا ربنا يفتح عليك شقيان والشقيان كسبان وبتقبض من خمس لست تلاف جنيه لو الحياة ما انصفتكش اربعة تلاف جنيه انا رجب يا صديقي واحد وستين الف واضح ان هو بيفضل واقف طول اليوم يعني بقى بحبك يا استاذ ياللي مش هول اسمك برضو بوع يا بقى ده قديدس ده الازويج وانا عارفه بص هو عمتن تقيبا لسه جاب الكدش طازة يعني بس في احتماليني هنا برضو يا باشا احما ممكن يبقى لهو ايه ما بيبقى كويس ياما يكون حوش فما هنرحكم من ايه بقى يا باشا ساعاتي في الحالة دي هنرحكم الشراب نشم الشراب وانا باشا شراب لهو خامته تقيلة مسكة نفسها تعرف ان الراجل ده نزيل يقول من ايه باط فوق التمن تلاف جنيه بابت خمسة عشرين الف جنيه الشراب وانا بشمه شميت ريحت النظافة اللي بعده ماشي ده الموضة اللي طلعت السنة اللي فاتت والسنة دي البوت الطويل اللي ربنا يحرمنا منه هو كويس خامته كويسة مش اي كلام ولكن ده لا يستدعي مش لازم يكون بالتبعية انك تكون بتقبضي كويسة فانا هنا هقول برضو انك بتقبضي يعني متوسط تلت اربعة تلاف جنيه صح؟ السالري التاعي السنة دي بعد خمس سنين شغل الف مية وتلاتين جنيه بالزبط انت شارع البوت ده بعشرين جنيه طيب واللحين مش فيها بصتوا الالزابين ربنا بس ربنا فاهم يعني عرفوه بالعقل لو انا باشتغل شوانا ببوت فيها الف مية وتلاتين جنيه وبصرف على البوت لوحد ومسلا تلات تلاف جنيه يعني بجيب بوت في تلات شهور مثلا ربنا يوسع عليك والله ويرزعك يعني الحاجة دي بتديني جدا ماشي ده ده شب شب واحد شقيين فانت يا اما طالبة في مدرسة يا اما بتشتغلي شغلانة او شغلانة يعني شغلانتين وبتقبضي قليل للأسف يعني ممكن نقول اقل من الفين ونص صح؟ الواحد يبدو على ان هو متهان وهو متهان فعلا وانا بقى بقى ده الفين ونص مش عارب اتحك والله غايت والله ودي يا باشا ودي يا باشا لا ما توديش يا باشا ايه الزفت اللي انت عبس انت بتقبض يا باشا الفين جنيه لا اسيبك من نايك المضروب اللي انت لابسه ده ايه الصورة اللي زي الزفت دي انت بتقبض الفين جنيه تلات تلاف جنيه ما يتحورش اربعة تلاف اربعة تلاف اتا بتعليص طاق عليها انت تعليص طاق عليها اه بقولك الصورة زي الخرق صور صورة عيدلة بعد كده ماشي يا عم ربنا يا بريكلك فيهم يا عم بالراحة بس على نفسك وهنا انتهت حلقتنا شكرا جدا لكل الناس اللي بعتتلي حاجب اول حاجة في اخر حرق كده ان ايا كان جزمتك شكلها اعمل ازاي كلما جزمتك شكلها متبهت الاكتر فبرافو عليك اكتر اي حد جزمته متهلكة اكتر معنا كده انك خدت خطوات في الحياة اكتر وبتسهع اكتر فده المهم في الحياة مش ترمية بشرية مش ترمية بشرية مش ترمية بشرية مش ترمية بشرية بس اللي هو ربنا يا كلمك ان شاء الله تكون متابعة بالعملات اللي احنا سمعناها ديت اللي عالية وتوصل انك تجيب جزمة اوريجينال تحافظ عليها كل مجهودك وتعبك وربنا يبارك لكل الناس اللي قدرت ان هي تحقق حاجة في حياتها وتبقى مرتاحة مديا ويحميهم من العين خصوصا عين الناس اللي عندي عشان انا خايف من عينيهم قبل ما تقفلوا الحلقة تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة وتفعل زر الجرس عشان لما انزل اي حلقة وعايزين نوصل لي بطين الف مشترك فاربعة عشان اقدر بصراحة اجيب كوتشي جديد او كوتشين يعني هو يعني فاهم المحتاجات برضو انا كمان فاشوفكو على خير